ازايكم عاملين ايه يا رب بكونوا بخير النهاردة هتكلم على برج الاسد ونصايح مهمة جدا خمس نصايح يخصوا الباقي من شهر يونيو او النصل التاني من شهر يونيو لعام 2021 النصل التاني احنا عندنا تغيرات كتير ووضحناها لهو حركة تراجع كوكب عطارت في برج الجوزاء وبعدين حركة امامها من يوم 21 وانتقال الشمس من برج الجوزاء لبرج السرطان وكمان المريخ او كوكب المريخ اللي موجودة عندك يا برج الاسد برج الاسد ان يكون كوكب المريخ موجودة عندك ده يعني ليك شوية يعني بعض التقلبات كده يعني لازم تكون واحد بالك قوي انه هو اه كوكب الطاقة ولكن كوكب زعبيب بمعنى ان في طاقة عندك حلوة وان انت عايز توصل لكذا وعايز تحارب لكذا كوة في التحدي وان انت بتخلص كتير او بتنجز وقت كتير بس في نفس الوقت انت عايز ان انت توصل وممكن تقع وانت ماشي مش مركز تحت رجلك لا مركز للهدف اللي هناك مع ان اقرب حاجة عشان توصل لحقيقة هدفك او توصل لقوتك انك تبص دايما تحت رجلك وانت ماشي عشان لما توصل او تطلع سلمة صح يبقى خلاص انت عرفت ان انت طلعت مش هتقع تبقى شايف اعمل حساباتك بمعنى اصح طيب فدي اول نقطة اللي هي ان انت لازم تكون واخد بالك جدا جدا من الطاقة بتاعتك لازم انك تتقنى في الفكرة تتقنى في ان انت تقعد تخطط تفكر تشوف الدنيا ماشي ازاي اتصرف ازاي اتعامل ازاي فدي نقطة رقم واحد النقطة التانية ان انت لازم تراجع نفسك راجع نفسك ورجع اخطائك وشوف انا المفروض كنت اصبر في ايه وان انا اعد ايه وان انا اتحمل ازاي لازم ان انت تبقى عارف ايه دنيتك تعاتب نفسك على اللي فات وتصلحه لازم ان انت تشوف اخطائك ايه واصلحها لازم اشوف ايه اللي كان نقص من عندي عشان اعوضه اعوض الخسارة فبالتالي ما بلاش حتة ان انت تكون ماشي في اخطائك ومكمل عندك اخطاء امتي بيها برج الاسد في اخطاء قام بيها لازم ان هو يعني ما يتغداش عن الاعتذار او يتغدى عن انه يصلح الاخطاء دي لا لازم انك تصلح ليه؟ لانك هتقع في اخطاء كتيرة هتقع في اخطاء متعلقة بالماضي اما النصيحة اللي بعد كده وهي فكرة الماضي والطرف التالت عندك ماضي وعندك طرف تالت خلي بالك جدا لان ده هيكون سبب لمشاكل كبيرة هتقباله في حياتك فيما بعد لازم ان انت تتغدى عندك وتبعد عن النقطة دي جدا جدا لان انت عندك طاقة المريخة تخليك انك تقفر في بعض الامور يعني ممكن ان انت تنهي علاقتك الاساسية عشان علاقة الطرف التالت او ان علاقة الطرف التالت يكون شوية شخصية بيعرفوا يتكلموا كويس اوي او بيعرفوا يهتموا كويس اوي فبالتالت حس بيه ان نقص في النقطة معالبة من الجانب ده وتسيبه ترجع تندم عليه وتعرف ان الشخص اللي هو علاقة طرف التالت كان كلامه بس خلي بالك لان عندك علاقات طرف تالت كلامه بس خلي بالك لان عندك ماضي بيرجع الماضي ده ممكن يكون انفصل عن شريكه او قابل ظروف مش كويسة ايا كان ايه وبيرجعلك عشان يستشفى بيه فخلي بالكم اوي من النقطة دي طبعا مش ممكن تكون صعب ان انا اقولكم حاجة زي كده بس انا بقولها ليه ان انت تخلي بالك او انت تخلي بالك من نقطة زي كده النصيحة برضو اللي كده اللي بعد كده انك لازم تشوف مين القريب ليك مين الشخص القريب ليك مين اللي بيحبك وقرب منه مين الشخص اللي خايف عليك مين الشخص اللي هو اللي بقي لك يعني دوروا يا برج الاسد مين اللي بقي لكم ما تدوروش على الشخصية اللي هم بيتكتكوا ويخططوا ويعملوا ويعملوا والهدف بيصب ليهم هما يعني النتائج بتصب عليهم هما شوف دايما اللي مين اللي محافظ على ان النتائج تصب عليك انت النتائج الإيجابية تصب عليك انت مين اللي عاوز لك الخير لك انت مش عايز الخير لنفسه وبالتالي بيجيبها فيك ركزوا ركزوا في الناس اللي حواليكم ركزوا ان انتو تعرفوا مين القريب مين الخبيث تعرفوا كويس جدا مين اللي هيقعد معاكم مين اللي ممكن يسيبك عشان كذا ولا كذا ومين اللي ممكن يتحمل معاك عشان برضو نفس كلمة كذا أو كذا وانتوا فاهميني كويس قوي يعني أخطاء أو مشاكل يعني فخلي بالكم كتير قوي مين اللي تحمل ومين اللي يكون جانبكم ركزوا خلي بالكم لأن في شخصيات قريبين منكم عايزين يبعدوكم عن الناس دي عشان تبقوا ملكهم هما لوحدهم وفي الآخر لما تقعوا هتبقوا بطولكم خلي بالكم أما بالنسبة للنصيحة اللي بعد كده اللي لها علاقة بيه أنك أنت لازم تراجع حياتك وتراجع نفسك أنك أنت تحب نفسك أنك أنت تهتم بنفسك أنك أنت تشوف شكلك مظهرك تهتم بذاتك تبتكر أفكار جديدة أنك تطور من ستايلك أو لبسك أو مظهرك أنك أنت عندي مشكلة مثلا بعاني منها لأن أنا حاول أصلحها عندي مثلا حبوب أو عندي مش عارفة إيه لأصلحها تعامل بيه أنت تكون كمظهر جمالي رائع دور على المظاهر الجمالية فيك في نفسك في نفسك ليه؟ لأن ده يديكم قد إيه ثقة في النفس ويديكم شجاعة حلوة قوي في حين أي حاجة لها علاقة بيه التغيير بتدي ثقة في النفس أو بتدي موت حلوة بتدي مزاجية حلوة فحاولوا على الأدل ما تقدروا أنه أنتوا تهتموا بالألوان اللي أنتوا بتلبسوها تهتموا بتسريحة معينة أنا يعني أنه بحب قوي شكل معين بحيث أنه لا أدرحتي فيه فحاول تدور على الشيء اللي يريحك ودور على ستايل ويكون شيء يريحك أعمل ده جدا يا برج الأسد هيضيف لك قوي قوي هيضيف لك من ناحية نفسية ومن ناحية حاجات كتير بالنسبة برضو أنك تغير في ذاتك اللي هي أنك أنت هتغير بعض القرارات يعني فيه عندك قرارات أنت بنوت بالنسبة لك واحد، نين، تلاتة عايز تعملهم مصم منك تعملهم خلي بالك لأن فيهم غلطة غلطة يعني فيهم غلطة لازم تكون مركز قوي 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 أنا عايز أعمل إيه أو أصلح إيه أو أشوف الدنيا معايا عاملة إزاي لا قراراتي لا أغير لا ده مش هينفع في الوقت الحالي لا طبعا يبقى عندي بديل يعني ما بقاش عندي قرار صارم لا يبقى عندي حاجة تانية بديل بتخدمني دايماً حط الحاجة ومعاها بدائل معاها بدائل سواء بقى أين كان في أي تعامل في مشاريع في وضع مهني أو مدي أو أمور عاطفية أو حياتية أو عائلية لازم يكون عندك بدائل وخلي بالك كتير من العند والعصبية والكلام اللي ينرفز خلي بالك كتير من التصرفات الغير مدروسة الغير مدروسة يعني خلي بالكم أن أنا ما بقاش بتصرف تصرف الآخرين يلوموا علي فيه أو أن أنا أتصرف تصرف الآخرين يشوفوا أن ده حاجة مش لطيفة أو يتكلموا في ظهري خلي بالك وعمل حساب لده جداً لأن كل ده بيحصل على فكرة فلازم تكونوا واغذين بالكم كنوا ياخد بالك من الكلام اللي بتقوله لأنك ممكن تقول كلمة فيما معناها مش لطيف فيما معناها أن أنت بتحرق جداً الشخص اللي قدامك وبتخلي نوع معين من التنمر أنه يوصله خلي بالك كتير من كلامك أفعالك تصرفاتك عصبيتك عندك خلي بالكم حقيقة هو فيديو نصايح آه بس بس تقيل شوية لأنه فعلاً مهم لأنه عندنا تغيرات كتير هتحصل في خلال الفترة اللي جاية وكون الشمس في برج الجوزاء غير الشمس لما تكون في برج السرطان خلي بالكم خلي بالكم جداً وأقول لكم ليه خلوني أقول لكم ليه لأن عندنا تشويه سمعة لأن عندنا تشويه سمعة وعندنا فهم خاطئ وعندنا لغبطة كتير جداً والعيون والأضواء كلها مسلطة على النقطة دي للأسف الشديد اللي أنا بقوله ده بس خلي بالكم وبقول ده حباً في برج الأسد على فترة فخلي بالكم كتير من النقطة دي برج الأسد برج الأسد كمان من النصايح التانية أن أنت تحذر من المسائل القانونية ما بلاش تدخل في مشاكل قانونية لو قدرت تحلها ودي يبقى ياريت يبقى ياريت فعلاً فعلاً يعني عمتاً أنا مش عادة أطول عليكم أكتر من كده بشكركم جداً بحبكم كتير 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 يا عالم الله ما تنسوش اللايك واشيري وقشرة في قناة فعلاك دارة السلام اشتركوا في القناة شكرا